السلام عليكم أصدقائي الاجتماع التاريخي لمنظومة بريكس هل تستطيع تغيير النظام العالمي؟ حلقة اليوم سنصلت الضوء إلى أهم ما حدث في اجتماع بريكس في مدينة كزانة الروسية تكلم كده على أهم الأشياء ولكن قبل ما نخش في التفاصيل خلينا نرجع للوراء بعض الشيء في عام 21 عندما قامت يعني روسيا بالغزو بالنسبة لأوكرانيا يعني بدأت كده تتغير تفكير اللعبة بشكل واضح قامت طبعا أمريكا بوضع ضوابط كثيرة على روسيا هذه الضوابط والمنع لاستخدام مثلا الأمور المالية اللي نحتكلم عنها أكثر بتفصيل عزل الرئيس بوتين كان يعتقد الكل أنه روسيا حطيه في ظرف أشهر حدث عكس ذلك طبعا حدث عكس ذلك وكان كثير من الدول تعتقد أنه حيتم عزله ولكن في اجتماع بريكس أكثر من 36 دولة تشارك ودول ليس بالدول الصغيرة أهم الدول العالمية تشارك في هذا الاجتماع أكثر من 20 رئيس دولة فأيضا حتى تلاقي صحف زي السينان اللي كانت تعتقد يعني انهيار روسيا تتراجع عن هذا الكلام وتتكلم أنه يعني هذا الاجتماع كان في نجاح بالنسبة لي خاصة أنه هو في مدينة روسية شيء آخر أيضا حدث في الاجتماع تعتبر فوز في هذا الاجتماع هو أمين عام الأمم المتحدة السيد أنتونيو جوتريز يشارك في هذا الاجتماع وتعرف منظومة الأمم المتحدة من أهم المنظومات إذا ما كانت أهم منظومة يتحدث أنه 30% من سكان العالم هي بريكس أكثر من 3.6 مليار مواطن هم من منظومة بريكس فيجب علي أني أشارك الانتاج المحلي لبريكس الآن أصبح أكثر من الانتاج المحلي للجي سيفن فكيف وطبعا في بعض التقارير طلعت أنه كيف يشارك وهجوم على السيد أنتونيو أنه كيف شارك في هذه المنظومة فأيضا تعتبر هذه خطوة مهمة كانت في الاجتماع قبل ما يحدث الاجتماع كان فيه أقدر أقول خبر تاريخي ألا وهي العلاقة الصينية الهندية اللي كان فيها توتر عالي والكل يعرف أنه هم الاثنين موجودين في المنظومة ولكن يعني نقدر نقول عملوا حل لمنظومة الحدود وما عندهم أزمة كانت في الحدود كثير من الجنود يعني فيه إشكالية كبيرة على الحدود بين الدولتين ولكن حلوا هذه الإشكالية صورة من وجهة نظري مهمة لأنه هدولة الاثنين يعني بين الدولتين نتكلم مليار ونص ومليار ونص هذه ثلاثة مليار شخص بين الدولتين وأول اجتماع بين الرئيس تشي جي بين والرئيس مودي من أكثر من خمسة سنوات فأعتقد أنه كمان كان نجاح كبير للاجتماع افتتح الرئيس بوتين الاجتماع بكلام مهم جدا يقول أنه إحنا مو مشكلتنا مع الدولار إحنا ما عندنا مشكلة مع الدولار ولكن ما فعلته الحكومة الأمريكية وأنا أقدر أقول لكم حكومة بايدن عملت أخطاء كبيرة في هذه الفترة أنه استخدمت سلاح الدولار كوسيلة لعمل ضوابط وعمل سانكشنز على كثير من الدول خاصة آخرها روسيا وطبعا هنا بيقول الرئيس بوتين إحنا ما كنا نبغى نحارب الدولار ولكن لما تستخدمه كسلاح إحنا لازم نلاقي طرق أشان اقتصادنا ما يطيح وهذا بالتحديد اللي صار والطرق اللي اكتشفناها الألترنتيف سولوشن أفضل مما كان والآن ما نحتاج نرجع للدولار فهذه أيضا من الأشياء المهمة اللي تكلم عنها لأن الحكومة الأمريكية استخدمت الدولار كسلاح ولما تكون دولة عندها الاحتياطي النقدي فما ينفع تستخدمه كسلاح لأنه قد تؤثر بشكل كبير فهذا استخدام غير قانوني للعملة شيء مهم اللي ما شاف حلقتنا اللي تكلمنا عنها منظومة بريكس ياريتوا تشوفوها حط لكم اللينك تكلمنا بشكل مفصل عن السوفت فإيش اللي كان طبعا لما لما قررت أمريكا تحط سانكشنز على روسيا منعتها من استخدام السوفت سيستم السوفت سيستم هو نظام مالي يعطي صلاحية للبنوكة الأمريكية اللي هما يسموه كورسبوندنس بانك إنه يكون فيه من أي ترانزاكشن بين دولتين لازم يكون فيه كورسبوندنس بانك هذا هو السوفت سيستم فلما يجي يشتري من منتج من دولة أخرى لازم تروح للكورسبوندنس بانك على الأغلب تكون زي جي بي مورغين أو جي سفن بنوك للجي سفن ويبدأ تحويله إلى العملة فلما تمنع الكورسبوندنس بانك صعب تصير تجارة بين دولتين فلذلك هما لقوا طريقة مختلفة تماما لفعل ذلك وهذا اللي أثر على وهذا السبب الرئيسي اللي ما طاحت روسيا شيء آخر كمان يتكلم عنه في هذا الاجتماع أنه السيستم اللي موجودة اليوم اللي محطوط من الجي سفن سيستم قديم سيستم غير جيد سيستم يعطي أولوية لدول الجي سفن على حساب الدول الأخرى سيستم أيضا يتحكم فيه إذا قرروا مثلا أمريكا أنه هذه دولة معادية لنا نوقفكم وأن يعني نقدر نقولك أنه ننهي اقتصادكم بهذه الطريقة وهذا شيء خطير غير أنه طباعة الأموال الكثيرة اللي بتسوية أمريكا مما يؤدي للتضخم وهذا أيضا من الأشياء فلازم نلاقي سيستم جديد أول شيء سيستم سريع لأنه السيستم اللي موجودة الآن سنتراليز يعني كل شيء يلازم تتغير وتروح بنوك المركزية تحول للكوريسبوندنس بانك وهكذا تأخذ وقت وتأخذ أموال أكثر فإحنا لازم نلاقي طريقة أفضل من ذلك وشيء مهم أيضا يحدث أنه الرئيس شيجيبين يؤكد كلام الرئيس بوتين ولأول مرة الرئيس الصيني يتكلم بطريقة أنه لازم نعمل فينانشل سيستم متكافئ للعالم ككل وليس يصب لمصلحة دول على حساب الدول الأخرى وهذا اللي قاعد يصير يا جماعة يعني صارت مجموعة من الدول تقدر تطبع أموال بشكل كبير تقدر تستخدمها وتؤثر على العالم ككل فهنا يؤكد هذا الكلام الرئيس شيجيبين من الأشياء الرئيسية اللي صارت في هذا الاجتماع اللي من وجهة نظري مهم للشرق الأوسط هو إدانة الكيان الصهيوني بسبب الإبادة اللي قاعدين يسووها في قطاع غزة اللهم انصرهم يا رب العالمين فهذه من وجهة نظري من الأشياء الأساسية اللي صارت غير أنه طلبوا مجموعة البريكس أنه يتم وضع فلسطين كدولة تحت منظومة الأمم المتحدة وهذا من وجهة نظري مهم جدا بالنسبة للشرق الأوسط شيء آخر طبعا هو تأكيد الرئيس بوتين أنه إذا حدث شيء لإيران ما حنسيب إيران بهذا الشكل وهذه تقارير أكدتها بعض الصحف الغربية أيضا أنه ما حيعملوا أو يتركوهم كده وهذه من وجهة نظري نقطة يعني قد تكون يعني خطيرة للغاية ولكن أيضا في نفس الوقت قد تهدي النفوس بعض الشيء لأنه يعني في حال اندلاع حرب مع إيران قد تنتشر هذه الحرب وتدخل روسيا وتدخل الصين وتدخل كوريا يعني خلينا من الأشياء المهمة اللي صار في هذا الاجتماع تأكيد روسيا على ذلك طبعا من الأشياء المهمة اللي صار في هذا الاجتماع هو اللقاء اللي يعني أقدر أقول هذا نكاية كبيرة بالنسبة للأمريكان الاجتماع بين الرئيس بوتين والرئيس الفنزويلي مدورو طبعا الكل يعرف أنه الرئيس مدورو كان تحت انتخابات في الشهر الماضي وصار محاولة كبيرة جدا من موضوع انقلاب بالنسبة لهذا الرئيس ولكن الرئيس فاز بالانتخابات طبعا ما أحد لشان تعرفوا أهمية فنزويلا أهمية فنزويلا أنه هي عندها أكبر احتياطي نفط في العالم أكثر من 303 مليار برميل 17% من احتياطي النفط تتحكم في فنزويلا وهذا الرئيس طبعا عليه سانكشنز كثيرة وضوابط يعني العدو واللدود بالنسبة للأمريكان ولكن فيه الاجتماع من وجهة نظري هذه خطوة أيضا نجاح كبير في هذا الاجتماع بالنسبة لبريكس الشيء آخر أيضا لأول مرة دولة من الناتو الرئيس أردوغان يشارك في اجتماع البريكس وهذه من وجهة نظري ضربة واضحة للاتحاد الأوروبي أن تركيا تشارك وهو طبعا من الدول الناتو قد تكون من أهم دول الناتو ويشارك في منظومة بريكس ولكن في نفس فترة الاجتماع تخيلوا يا جماعة في نفس فترة الاجتماع مع الرئيس بوتين يحدث لأول هجوم لمنظومة شركة تسليح في روسيا قد تكون في تركيا من أهم شركات التسليح في تركيا يحدث عليها هجوم إرهابي أكثر من خمسة شخاص ماتوا واثنين وعشرين شخص أصيب قد هل ليها علاقة بي لأول مرة في تاريخ الناتو يشارك في البريكس هل ليها علاقة ولكن أقدر أعطيكم التوقيت وخطر قديش الخطر اللي قاعد يسبب بريكس لمنظومة الجي سفن والاتحاد الأوروبي من الأسباب والقرارات المهمة اللي حدثت في هذا الاجتماع هو إضافة 13 ممبر جديد نان فول ممبر يعني لسه ما صاروا فول ممبر ولكن 13 مشارك جديد في مجموعة بريكس خلينا نشوف مين أهم الدول طبعا الجزائر الجزائر ثالث أكبر جي دي بي في أفريقيا عندنا مصر وعندنا ساوث أفريكا الآن صارت الجيريا الجزائر فأنتوا تتكلموا أكبر ثلاث اقتصادات في أفريقيا موجودة في البريكس إذا ضفنا كمان نيجيريا فسرنا أربعة وعندنا أثيوبيا أثيوبيا تعتبر أكثر اقتصاد نامي في أفريقيا يعني نقدر نقول بريكس بدأت تسيطر على القارة الأفريقية عندك بيلاروسيا الكل يعرف أنه بيلاروسيا عند علاقة قريبة من روسيا فمن المتأكد أنه كانت تدخل بوليفيا كيوبا اللي قريبة من حدود أمريكا خاصة مدينة فلوريدا أو ولاية فلوريدا اندونيسيا اللي تعتبر من الاقتصادات المهمة ربما ثالثة وأكبر اقتصاد في آسيا فهذا أيضا خبر من وجهة نظري مهم كازاخستان ماليزيا تايلاند أيضا يعتبر اقتصاد كبير تركيا يعني قلنا يعني هذه منظومة ناتو فهذه أيضا خبر مهم جدا لأنه اقتصاد كبير للغاية خاصة أن الاتحاد الأوروبي ما دخلوا تحت منظومته فأعتقد أنها خطوة مهمة أوزباكستان وفينزويلة وفيتنام فهذه كلها من وجهة نظري يعني خطوات مهمة جدا للغاية 13 دولة تدخل هذا خبر مهم أيضا من الأشياء المهمة اللي كانوا بيتكلم عننا الرئيس بوتين هو أنه هو يعمل إكسجينج للمنتجات اللي هي يسموها الكوموديتيز يعني مثلا زي القمح زي الخضروات زي الأويل سيد هذه كلها تصير زي تحت بورصة أو إكسجينج وتبدأ تصير فيها التريدينج أتمنى يصير ذلك لأنه أيضا أتمنى يخش النفط في بورصة منفصلة عن البورصة اللي احنا عارفينها اليوم لأنه زي ما شفنا فيه تلاعب كبير قاعد يصير في أسعار النفط خلينا نشوف أيضا ما سيحدث طبعا من الأشياء اللي صارت أيضا في هذا الاجتماع وهي عن طريق بس فقط للتعمل للمستقبل هي عملة البريكس طبعا هذه العملة لسه طريق طويل جدا بالنسبة لهذه العملة ولكن الرئيس بوتين كان بيمزح كده بعملة بيورينا كيف شكل العملة عملة عالمية فيها جميع دول البريكس وهذه طبعا لو صارت طبعا هي لسه طريق طويل جدا لعمل عملة معينة ولكن يعني تخيلوا أنتوا المنظومة المالية كلها هتتغير لأنه احنا المنظومة المالية اللي متعودين عليها اللي هي لا تجمع فلوس الكاش هو على قولة ري داليو كاش استراش يعني ما حد يبغى كاش اللي عنده كاش في السبعينيات الدولار لا يسوى 7 سنت اليوم تخيلوا لأنه في النهاية كيف المنظومة المالية تتعامل التضخم ويقول لك دايما التضخم اللي 2-3% يعتبر جيد ليش بيقول لك يعتبر جيد لأنه القيمة المالية في 2-3% يعني في ظرف مثلا 20 سنة نصف قيمة المال بتنزل تخيلوا في 40 سنة أنت 90% من القيمة الشرائية بالنسبة لك راحة فتطبع يصير فيه تضخم تبدأ تصير أسعار المنتجات على رواتب الناس تزيد 2% وهكذا فهذا السيستم من وجهة نظري عقيم للغاية لأنه أول شيء لا يحبذ على العملة غير أنه مثلا يعني يشوف قديش فيه بتضرب طبقات المجتمع المتوسطة وضون المتوسطة خاصة الناس اللي مثلا تعتمد على التقاعد تخيل أنت مثلا بتجمع عموالك للتقاعد من 20-30 سنة قاعد المائة الدولار في تلك الفترة لا تساوي في التمانينات لا تساوي المائة الدولار اليوم فهذا أيضا يعطيك انطباع للناس اللي بتعتمد على التقاعد الناس اللي بتجمع الأموال الناس اللي كلها قاعدة تتأثر بسبب التضخم اللي قاعد يصير وإحنا بنشهد فترات تضخم كثيرة فعملة مشتركة مما يعني ما فيه أولوية لدولة واحدة القيمة الشرائية ربما للمنتج في التمانين هيصير زي ما يكون في 2024 تمنى يعني يكون هذا ولكن هذا يعني تأمل بس لعملة مشتركة عالمية ما تعطي أي صلاحية لأي أحد فلا أحد يريد التضخم وقته حتى من الأشياء الخطيرة اللي صارت فيه لما تكون عملة تحت سيطرة المؤسسة إنه شوفوا إيش صار مثلا في دول بعض الدول اللي أنت مثلا مواطن قاعد تشتغل طول عمرك وقاعد تجمع الأموال تجي أخطاء الحكومة معينة تبدأ تطبع أموال أكثر من المطلوب تسبب تضخم إيش يصير في عملتك قيمتها الشراية تنزل 80 و 90% إنت إيش زنبك كمواطن ما لك أي زنب إنه إنت أخطاء الدولة اللي بتسوية إنه قيمتك الشرائية تنتهي وتنزل بهذا الشكل كل اللي إنت جمعته نزل 90% بدون ما يكون لك أي أثر وأي زنب في هذا اللي صار فأيضا هذه كلها تعطيك انطباع إنه مهم جدا أنا من وجهة نظر في السنوات ونتكلم عشر خمستعش تكون في عملة موحدة تحمي المواطنين من التضخم إن شاء الله استفدتم من حلقة اليوم اللي حبي تعلم أكثر عن أمور الاستثمار عندنا دورة شخصية تقدروا تلاقوا تفاصيلها في الدسكريبشن شكرا وإلى اللقاء